امستردام عاصمة هولندا مدينة تنبض بالجمال والسحر في كل ركن من اركانها تشتهر بقنواتها المائية الخلابة التي تشق المدينة مكونة شبكة معقدة تعكس صورة زاهية على مياهها الهادئة امستردام حيث الامارة التاريخية تلتقي بالحداثة تفتخر بيوتها ذات الواجهات الضيقة والملونة التي تصطف جنبا الى جنب على ضفاف القنوات مقدمة منظرا يأسر الالباب مع الجسور المزينة بالزهور والدراجات التي تعد وسيلة النقل المفضلة تقدم امستردام لزوارها تجربة فريدة تجمع بين الرومانسية والمغامرة في هذا الفيديو سنتعرف على اولا اجمل خمسة وجهات تستحق الزيهرة ثانيا اهم المعلومات مثل التكاليف الطقس الفنادق المطاعم وغيرها لتخطط لرحلتك اولا اجمل الوجهات واحد القنوات المائية تعد الشرايين الحيوية للمدينة تمتد عبرها بشكل يحاكي اللوحات الفنية تتيح القنوات المائية للسياح في امستردام فرصة فريدة لاستكشاف المدينة عبر جوالات بالقوارب مقدمة اطلالات مميزة على البيوت العتيقة والجسور الانيقة هذه الرحلة المائية تكشف الجمال الخفي لامستردام وتقدم منظورا مختلفا لجمالها المعمري والطبيعي اثنان متحف فانغوخ المتحف المخصص لعرض اعمال الفنان الهولندي الشهير فانست فانغوخ يعتبر وجهة لا غنى عنها لعشاق الفن يضم المتحف مجموعة واسعة من اعمال فانغوخ من اللوحات الزيتية الى الرسومات مقدما للزوار رحلة في عالمه الفني الغني والمعقد هذا المتحف يجذب الملايين من الزوار سنويا ممن يأتون للاستمتاع بروائع فانغوخ الغالدة ثلاثة فونديل بارك اكبر حديقة عامة في امستردام يعد مكانا اخضرا وباهرا في قلب المدينة تتيح الحديقة للسكان المحليين والزوار فرصة للهروب من صخب الحياة اليومية والاستمتاع بالطبيعة مع مساراتها للمشي وركوب الدراجات المساحات الخضراء الواسعة والبحيرات الصغيرة تعد فونديل بارك المكان المثالي للراحة والاسترخاء لا تفوت مشاهدة فيديوهات السياحة في هولندا في قناتنا والروابط في الوصف المتحف الوطني يقدم عرضا مذهلا للفن والتاريخ الهولندي يضوم المتحف اعمالا فنية من العصر الذهبي الهولندي بما في ذلك لوحات لرامبرانت وفيرمير ويعرض تاريخ هولندا من خلال مجموعة واسعة من الاعمال الفنية والتحف ذيارة هذا المتحف تعد فرصة للغوص في عمق الثقافة والفن الهولندي خمسة حديقة الحيوان ارتيس تعد واحدة من اقدم حدائق الحيوان في اوروبا وتوفر للزوار فرصة لاستكشاف عالم الحيوان من مختلف انحاء العالم مع مجموعتها المتنوعة من الحيوانات والنباتات بالاضافة الى الحوض البحري والحديقة النباتية تقدم ارتيس تجربة ترفيهية لجميع الاعمار ستة الجوالات البحرية تقدم الجوالات البحرية تجربة لا مثيلة لها لاستكشاف هذه العاصمة الساحرة انطلق هذه الرحلات البحرية من مختلف النقاط متيحة للزوار فرصة فريدة للابحار تحت جسور امستردام التاريخية والمرور بجانب البيوت العتيقة ذات الواجهات الايقونية خلال هذه الجوالات يغمر الزائرون بالقصص والاساطير التي تشتهر بها المدينة مما يجعلها رحلة ترفيهية لا تنسى وهي من اجمل الرحلات لمن يبحثون عن سياحة شهر العسل في امستردام مع غروب الشمس تتحول هذه الجوالات الى رحلة رومانسية حيث تنعكس اضواء المدينة على المياه الهادئة مقدمة منظرا لا ينسى يجسد جمال امستردام الخالد اكتب لنا في التعليقات الوجهات التي تود ان نقوم بعمل فيديوهات عنها ثانيا معلومات عن امستردام واحد ما هو افضل وقت لزيارة امستردام افضل وقت لزيارة امستردام هو فصل الربيع من ابريل الى مايو عندما تتفتح الظهور والتقص معتدل او في الخريف من سبتمبر الى نوفمبر لتجنب الحشود الصيفية والاستمتاع بالوان الخريف الجذابة هذه الاوقات توثر توازنا رائعا بين التقص الجميل والاجواء الاقل ازدحاما اثنان ما هي الانشطة التي يمكن القيام بها في امستردام امستردام تقدم مجموعة واسعة من الانشطة للزوار تشمل جوالات بالقوارب في القنوات المائية زيارة المتاحف العالمية مثل متحف فانغوخ والمتحف الوطني التجول في الحي القديم والاستمتاع بالحضائق الخضراء مثل فونديل بارك كما تعتبر ركوب الدراجات وسيلة مثالية لاستكشاف المدينة بطريقة امتع ثلاثة كم يوما يكفي لزيارة امستردام لزيارة اهم المعالم امستردام والتمتع بتجربة شاملة ينصح بتخصيص ما لا يقل عن ثلاثة الى اربعة ايام هذه المدة تسمح لك بزيارة المتاحف الرئيسية القيام بالجولة في القنوات واستكشاف الاحياء التاريخية والحدائق مع تخصيص بعض الوقت للاسترخاء وتذوق الاطباق المحلية اربعة ما هي تكلفة الاقامة في امستردام تكلفة الاقامة في امستردام تختلف حسب الموقع ونوع الاقامة في المتوسط يمكن ان تتروح اسعار الفنادق المتوسطة من مئة الى مئتي يورو للليلة الواحدة بالنسبة للإقامات الفاخرة والفنادق ذات الخمس نجوم قد تزيد الاسعار لتجاوز ثلاثمائة دولار للليلة هناك ايضا خيارات اكثر اقتصادا مثل بيوت الشباب والشقق السياحية خمسة ما هي تكلفة تناول الطعام في المطاعم بامستردام الوجبة في مطعم متوسط يمكن ان تكلف ما بين عشرين الى اربعين يورو للشخص الواحد المطاعم الفاخرة تلك التي تقدم اطلالات خاصة او مأكولات ذات شهرة عالية قد تفرض اسعار اعلى تتجاوز خمسين يورو للشخص يوجد ايضا خيارات اقتصادية التكلفة مثل المقاهي واكشاك الطعام التي تقدم وجبات سريعة واطباق محلية باسعار معقولة ستة ما هو متوسط تكلفة البقالة يوميا في امستردام السياح الذين يفضلون اعداد وجباتهم بانفسهم يمكن ان يتراوح متوسط التكلفة اليومية للبقالة في امستردام بين خمسة عشر الى ثلاثين يورو هذا يعتمد على نوعية الاطعمة المشترى مع العلم ان شراء المنتجات الموسمية يمكن ان يساعد في تقليل التكلفة نصائح لزيارة امستردام لاول مرة امستردام معروفة بتقصها المتقلب تأكد من جلب مظلة وملابث ثقيلة لتكون مستعدا لأي تغييرات في الطقس لا تفوت فرصة تجربة الاطعمة الهولندية التقليدية مثل الهيرينج، الرينجا، البانكيكس الهولندي والجبن الاسواق المحلية هي المكان المثالي لتجربة هذه الاطباق امستردام مدينة صديقة للدراجات وتوفر شبكة واسعة من مسارات الدراجات استئجار دراجة يمكنك من استكشاف المدينة بحرية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد